سيدنا جابر بن عبد الله رجعين الصحابة من غزوة ذات الرقاع غزوة ذات الرقاع بعيدة قوي عن المدينة فهم رجعين من المدينة 600 كيلو قربوا من المدينة الجيش كله بقى عايز يسرع عايزين يرجعوا في يدهم والستاتهم والولادهم وجابر متأخر أصل الجمل بتاع جابر عجوز قوي تخيلوا النبي ساب الجيش ورجع يمشي جنب جابر حس بيه قوي بص الحوار الرائع هل تزوجت يا جابر نعم يا رسول الله هلا بكر يا جابر بنت قدك هو 23 سنة جابر قال لا يا رسول الله تزوجت امرأة تزوجت من قبل قال ليما يا جابر قال يا رسول الله مات أبي يوم أحد وطرك تسع بنات فأردت أن أتزوج امرأة تخدمهم تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم حس بيه وحس بالست اللي أعضى فلصه تسع عيال وجزها سيبها بقالوا قد إيه في المعركة فأمقيل له حاجة قال عندما نعود إلى المدينة يا جابر فلن ندخلها ليه يا رسول الله هنوقف الجيش بره حتى تعلم زوجتك بقدومك فتعد لك النمارق النمارق اللي هي المخدات فقال جابر والله ما عندنا نمارق يا رسول الله احنا غلابة قوي يا رسول الله انت حسب الست اللي قعدة ببيتها وان هي قعدة فوصة سعبنات وجوزها غايب حتوقف الجيش بق آه لو كان شافك كان حس بيك قوي فقلت والله ما عندنا نمارق يا رسول الله فابتسم النبي وعرف ان جابر حلته تعبانة بص الإحساس قال اشتري منك جملك يا جابر قال نعم يا رسول الله طبعا محتاج فلوس قال اخذه بدرهم قال اذا انت بغنني حق يا رسول الله الجمهة الجمل التعبان بتلتميت درهم قال اخذه بدرهمين قال اخذه بلا ثمن يا رسول الله فقال له النبي عندما نعود إلى المدينة يا جابر سيكون الخير رجعوا المدينة وقف النبي الجيش على حدود المدينة علشان مراد جابر تعرف ان جزها جه فتستعدي لي وتلبس لي يا على الإحساس بالناس يا رسول الله ولما وصلوا المدينة امدي سيدنا بلال ستميت درهم وقال اعطي هذه الأموال لجابر وكله احفظ عليك جملك لو كان شافك كان حس بيك بشكل